أولاً كنت في الصباح أنا عسجني التليفون صون عليا مني صون عليا قال لي أنا من الشرطة قال لي ممكن لك دبيت الدوز عند العائلات جيبها الندفة قلت لو دير الدراسة رأى فاندراسة البنت عندي رأى كتقرة قال لي حاول ما أمكن تبشيل عندها وتديها ودوزها للسبيطر دي للمريم عاشي ديلوا لها شهادة طيبية ولا اطلقها معا شعة تلمية مؤسسة جتماعية ويطالت لك واحدة شهادة طيبية تلمية مشيت هنا صدر راح مشيت التلمية من شرطة تلمية ومحضرهم ذلك الجمعية المدير للمريم شاهدوا البنت شاهدوا نفا شاهدوا صحتها كاملة من الفوق لا يوجد بصامات المتشق ولا بصامات التحاجة سوى لها وقالوا لها كيف تحسي بشي حاجة وعندك شي نقص وعندك شي حريقة تبرر رأسها نقص بشي حاجة خطنا واضح ورأس الاشتراك إلى هنا ويجبدك تحديد لنصورت تلك الفيديو فترضى رأيت التلفون أمه وشرتنا وقالتت لدي المحضر سارت ومخارج كوميسارية ونقروا للمحاضر الولد ونرى ايضاً لكواهر فيديو الذي يسرع على ما قالوا لي انا درري هنا وقال لك شيء واحدة زمان سكنا في جنباشا هنا ومقيمة بالمجر إسبانيا، ولن نعرفها ولكن زمان الأقصار ونقال للمغربة هنا ونجعل الشرطة القضائية هي اللي تتبع هذه الممورية لا، وهنا ما هي اللي اعتقال ومنها مشدت ومنها مشدت ولدها الكوميسارية قالوا، لاتما، فأنا قلت براية صباحة وغير خيوك غير على ربما يكون محلي البارح تنشر ذاك الفيديو وجوعدنا شيء 15 لـ 21 من هذه الأحياء هدى اللي ظهر بنا احنا كيسحبوا ممو يالجانمة وقعات غير بارح أما الفيديو كان في الحجر الصحي بشهر ربعة هذا فيديو قديم بمعنى الأم دابا حاليا تحت تدابير الحرصة النظرية هم خلوات ما تحت تدابير الحرصة العامة تلت الصباح ان شاء الله رحمه 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 ونشوف واشغا يقدموا الوكيل الماليك البرح قول حضاش حضاش الليل احنا كنقوله زماء غضي نطاحوا الناسو مش غداف الصباح كل واحد كشنو كيفيق احنا كنفيق باش نفيقدر اللي كيقراه امتيني وكان نوضل فجار الله يتقب الله ورمشت عين قلنا ارى نشوف واحد نمرة دري الكبير عندي هنا قلوا واحد نمرة دي صاحبه خصوه يشوف يشوفها فتح فتح ده الويفي جاء المساج في الواتساب من صاحبه صاحبه قلوا ودي شوفها شوفنا في اليوتوب ولا شوفنا في الفيسبوك اشنو كين اشنو كين اشنو كين قالوا ربما ما كراء خرجت هنا وهذه وهذه من طالعته هو على ذك شرك وقد اكشي كامل قلنا هنا انتفاد البلصة هذي شكل يدار هاتشي هذا مني مشاهد الفيديو مني مشاهدي قالوا آه يطلعوا الكوميسارية باش يعطوا التليفون باش يشوفوا هذي المصدر الخابر مني انتصرب طلعنا البارح بالليل حنا طلعنا الكوميسارية ماجه عناتها واحد لهنا باش غادي يشوفنا شنو وقع مني مشينا عدنا قدمتهم قتلوا من المرأة انا جيتها شنو كين اشنو كين قلوا دينا احنا عرف خبار نارك ونا غا نجي لعندك انتنا تمايا وانتنا جيت برجليك ما كنت مشكيل العامر كي يدير شغله أسرة دينا نفسية ديناها بحالي انا بحال موم بحال دريري عندي كامل ما عندنا شي حنايا شي فرق سواء نسمعنا الفيديو البارح او او درنا حنايا وشفنا مباشرة مني كنتكدر هذا اللقطة هذه لان الام بغى تخرج ولدها حالي كنقولوا حنا يقصك تخرجوا معسكرين من التربية ديال الولد الولاني الفين وجوج وهي كتحكو باش كتعلمو غسل لقشوع يصبن يسروا الخاس صغير اللي تابعوه تخليه هو فضار ويتمشي تخدم والله يرحمك يا الحسن الثاني اللي قال لك اللي ما اللي مغسل لكساتو وطيبة عشاتو لموتو حسن من حياتو هذا الشي اللي احنا هذي الفكرة هذي اخذناها اركبوها في الدراري اركبتها في هولادي اذا بدري دبيات تقول له نوضع جلي الحرشة ولا نوضع جلي شي حاجة اعجنها هالك بكن لقاش شي مشاكل لانك يخفف على امه امه الضغط ديال النهار كامل وخمسة دراري اي ام عن داجوش دراري وثلسة دراري اللي احسن لعوال امهات كنت منى من هذا المنبر هذا المغاربة ما يفهموني شي غالط ما يفهموني شي هاد المره هذي بانها غالط ناضط غد بح بنتها ولا غد كويها ولا غد دياله شي حاجة هذي مجرد غي تهديد باش نقطعوه الخنونة اللي كتاكل البنت او الصبعان لان المرضى من تساشر دبديل هاد كورونا الى كانت هاد كورونا او تاني قد تسببن هاد شي هذا يعني هذا هو المقصود ديال المرأة المرأة حدرتها ودرت لها النهاية يزعم ديالها تشهادة تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي